لا تتوقف المحاولات الإيرانية لإثارة القلاق للأمنية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط تنفيذاً لمخططاتها التوسعية على حساب أمن واستقرار شعوب المنطقة حيث يمضي نظام طهران في بناء استراتيجيات تقوم على إضعاف دول مستهدفة في المنطقة عبر إنشاء مجموعات ميليشياوية مسلحة تعيد صياغة معادلات القوة السياسية والأمنية داخل كل دولة لتميل إلى مصالح حكام طهران موقع نيولاينز الأمريكي نشر تقريراً يكشف عن السعي الإيراني الحفيف لاستكمال مشروع الممر الاستراتيجي الذي يضمن لطهران مساحات من السيطرة وبسط النفوذ تمتد من طهران إلى شواطئ البحر المتوسط مروراً بكل من العراق وسوريا ولبنان عبر سلسلة من الإجراءات العسكرية تنفذها على الأرض الميليشيات الموالية لها في تلك الدول التقرير كشف كذلك عن تحالف الناشئ بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم حزب العمال الكردستاني الباكاكا الذي يسيطر على قضاء سنجار في محافظة نينوى ذلك القضاء الذي يكتسب أهميته الاستراتيجية بسبب وجوده على مفترق طرق قرب حدود العراق مع كل من سوريا وتركيا التحالف الناشئ بين إيران والباكاكا بحسب التقرير الأمريكي يمثل الخطة الإيرانية البديلة إذا فشلت طهران في تأمين ممرها الاستراتيجي عبر ديالا والأنبار بالنظر إلى تعزيز الولايات المتحدة قواتها المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غير أن هذه الخطة تنظر بتدهور العلاقات مع تركيا التي تحارب بالفعل تنظيم باكاكا في سوريا والعراق ما قد يستدعي تدخلا تركيا أكثر قوة وفعالية ربما يتحول معه قضاء سنجار إلى ساحة جديدة للصراع بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة إقليميا ودوليا